ضغط الدم عبارة عن قوة ضخ القلب للدم وحركته عبر الأوعية الدموية يتكون ضغط الدم من الضغط الانقباضي وهو قياس القوة التي يضخ بها القلب معدله الطبيعي 120 مم زئبقيا والضغط الانبساطي وهو قياس القوة عند انبساط عضلات القلب معدله الطبيعي 80 مم زئبقيا معدلات ضغط الدم التي تزيد عن 140 على 90 تكون غير طبيعية ويعتبر الشخص مصابا بمرض ارتفاع ضغط الدم يعالج ارتفاع ضغط الدم بطرق عدة على رأسها طبعا الأدوية وممارسة الرياضة وتعديل نظام الأكل وخصوصا التقليل من تناول الملح وهناك بعض الأطعمة التي تسهم فعلا بتخفيض ضغط الدم إذا تم تناولها بانتظام وهي الأرض شوكي ثلاث دراسات منفصلة أثبتت أنه يخفض مستوى الكوليستيرول في الدم أحد مسببات ارتفاع ضغط الدم هذا النوع من الخضار يؤكل مسلوقا ويمكن غمسه بالحامض وزيت الزيتون والثوم الموز تأثير الموز الإيجابي على القلب والأوعية الدموية تم اختباره مرارا وقد أثبتت دراسة بريطانية أن تناوله يوميا يقلل خطر الإصابة بالجلطات بنسبة 40% الموز غني بالبوتاسيوم الذي يتفاعل مع السوديوم للحفاظ على السوائل الضرورية لاستقرار ضغط الدم الشمندر السكري مفعول الشمندر على مستوى ضغط الدم فوري فقد أظهر الدراسة الأمريكية أن تناول مادة نيترات الموجودة بكثرة في عصير الشمندر تخفض الضغط في غضون ساعة فقط بعد دخوله المعدة الكاكاو كثر أخيرا الحديث عن فوائد الكاكاو على القلب والأوعية الدموية وتعود قدرة الكاكاو على تخفيض ضغط الدم لغناه بمادة فلافونويد ولابد من التذكير أن الكاكاو الموجود في ألواح الشوكولات والحلويات خضع لكثير من عمليات التحول والمعالجة فالأفضل أن يتم تناوله عبر تذويبه بالماء الساخن أو إضافته إلى بعض أنواع الحلوة الصحية وطبعا عند ذكر المأكلات التي تخفض الضغط لا يمكن تجاهل الثوم الذي يشتهر منذ القدم بخصائصه المخفضة لضغط الدم الثوم يخفض كذلك الكوليستيرول ويسهم في تميع الدم دي على أبي زيد دويه العربية